ذكر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم التوقيعه على عقود شركات مع الصين بأكثر من مليار دولار كما أضاف مدبولي أنه تم التوقيعه على عددين من مذكرات التفاهم مع الصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم توقيع ست عقود بإجمال واحد وواحد من عشر مليار دولار استثمارات من الشركات الصينية وفي قطاعات شديدة الأهمية للدولة المصرية يمكن اتنين منهم بنتكلم فيهم على تصنيع الألواح الشمسية والخلايا الضوئية الخاصة بالوحدات لتوليد الطاقة الشمسية وإنتوا حضراتكم ده بيتماشى تماما مع خطة الدولة لغاية عشرين تلاتين بتعظيم الاستفادة من الطاقة الشمسية وإن يبقى نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي حزمة الطاقة اللي بتنتجها مصر يبقى حوالي 42% فده بيترجم ده ترجمة حقيقية على الأرض لهذا الموضوع بجانب العقدين دول اللي فعلا توقعوا وحيبدأوا التنفيذ تم التفاوض مع كبرى شركات الطاقة في الصين على إن هم ييجوا ويزودوا إن شاء الله وينشئوا مصانع جديدة أيضا علشان يبقى مش فقط لمصر ولكن كمان تخدم المنطقة بالكامل ويبقى تستغل مصر كمركز لفعلا تصنيع هذه المنتجات وتصدرها للمنطقة كلها بالكامل بالإضافة لده الحقيقة كان فيه هناك عقود لشركات ومشروعات مهمة جدا في قطاعات الكيموية والأسمدة والبروم والبروم ده اللي هو بيبقى مستخلص من مياه البحر اللي بتبقى خارجة من محطات تحلية المية بتبقى منوحتها عالية حتستغل هذه المية ويتاخد منها قيمة مضافة أيضا في صورة مواد كيميائية بحيث أنها تدخل في العديد من الصناعات المتقدمة جدا ترجمة نانسي قنقر